قدمت الأمم المتحدة وثيقة شكر لمصر على دورها وجهودها في الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المناخ كوب 27 بالشرم الشيخ وأشارت الأمم المتحدة إلى المشاركة الدولية الواسعة خلال المؤتمر بحضور نحو 66 ألف شخص كما لفتت إلى حرص الدولة المصرية على قيادة وتعزيز المشاركة الأفريقية في القمة التي شارك فيها أكبر متوسط أعداد في الوفود الأفريقية في تاريخ قمم كوب وأكبر متوسط حجم للوفود المسجلة للدول الجزرية الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نمو وأشارت الأمم المتحدة إلى تميز قمة كوب 27 عن العديد من القمم السابقة بالانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ حيث نجحت الجهود المصرية في التوسط بين الدول الأطراف للوصول إلى اتفاق تاريخي بشأن التمويلات المخصصة لمواجهة أثار التغيرات المناخية بما يخدم مصالح جميع دول العالم خصوصا الدول الأفريقية والنامية